سألت عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو يعني حجر إسماعيل وهو بناء صغير على شكل نصف دائرة بجوار الكعبة كما في الصور قال نعم هو من البيت يعني من الكعبة قالت ما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة فقلت ما شأن بابه مرتفع قال جعلوه قومك كذلك مرتفع عن الأرض ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء يدخلوا من علية القوم ويمنعوا بقية الناس ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث وهو ده الشاهد من الحديث ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم ذلك لنظرت يعني فكرت أن أدخل الحجر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض وجعلت له بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه في هذا الحديث وهو في البخاري تحكي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تعلمي يا عائشة أن قريشا لما بنوا الكعبة لم يبنوها على كل قواعد إبراهيم عليه السلام بل نقصوا منها الحجر وذلك لقلة النفقة الطيبة التي جمعوها لهذا الغرض حيث أنهم شرطوا أن المال الذي سيبنى منه الكعبة يكون من أطيب المال ولا يكون فيه شيء حرام لأنهم كانوا يتاجرون في الخمور والبغاء ولكنهم على شركهم كانوا ينزهون الكعبة ويقدسونها فقد نزهوا أن يدخل في بناء الكعبة مالا حراما فقالت عائشة رضي الله عنها ألا تردها على قواعد إبراهيم تريد أن يهدم البنيان الذي بنيت عليه القواعد ويبنيها بنيانا يستوعب القواعد كلها فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا قرب عهد قريش بالكفر والشرك والجاهلية لردها على قواعد إبراهيم وبناها من جديد على كل قواعده الأولى وفي هذا الحديث أحبتي مراعاة أحوال الناس النفسية والاجتماعية والتربوية وخلفياتهم وتحري عدم مصادمة ما تعودوا عليه إلا أن تنتهك حرمات الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله أحبكم سعيد بدوي